مصادر تكشف تقييم الدول الغربية للمفاوضات بين روسيا و اوكرانيا الدفاع الروسي ستسلم اكثر من 60 عسكري اوكرانيا اغلبهم قيادات بالجيش السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة مصادر تكشف تقييم الدول الغربية للمفاوضات بين روسيا و اوكرانيا قالت مصادر لشبكة سين ان ان مسؤولين في الولايات المتحدة وحل بشمال الاطلسي الناتو يعتقدون ان الرئيس الروسي بوتين لم يتنج عن مطالبه خلال المفاوضات مع اوكرانيا وبحسب المصادر هناك شكوك كبيرة لدى العواصم الغربية حول مدى مصدقية مشاركة موسكو في المفاوضات رغم صعوبتها وكان رئيس الوكراني زلنسكي اشر مواخرا لاستعداده لنظر في بعض التنازلات لروسيا للمساعدته في انهاء النزاع بما في ذلك قبوله بسياسة الحيادة ان كانت مدعومة بضمانات امنية قوية مما اثار المزيد من الاسئلة حول الوضع الحالي للمفاوضات والعناصر التي قد تكون قيدة دراسة ملاجد توصل الاتفاق واكد زلنسكي لموذي عسيا ان فريد زاكريا في مقابلة خاصة صباحا الاحد استعداده لاجراء مفاوضات مع بوتنا وقال الرئيس الاوكراني انه كان جاهزا لذلك قبل العامين الماضيين وذكره اعتقد انه بدون مفاوضات ستنشب حرب عالمية ثالثة والتقى المفاوضين الاوكرانيون والروس اربع مرات منذ بدء الغزو الروسي وقال وزير الخارجي الروسي سيرجي رفروفا انه يمكن الموافقة على ان تصبح اوكراني على الحياد وذكره بعد انتهى عمليتنا في اوكرانيا امل ان تنتهي بتوقيع اتفاق شامل بشأن القضايا الامنية ووضع اوكراني على الحياد مع ضمانات الامنها كما قال الرئيس بوتنا قبل شهرين على ما اذكر في متابن الصحفي بشأن مبادرتنا بعد متوسيع الناتو لقد قال اننا نفهم ان كل بلد يحتاج الى ضمانات امينة ولكن التفاصيل حول المفاوضات لا تزال هزيلة لدول الناتو والولايات المتحدة حيث وصف مسؤول دفاعي اوروبا المفاوضات لانها طريق مضرب بعض الشيء في الوقت الحالي وقال احد المصادر المطلع على الوضع ان الادارة الامريكية لا ترى اي مؤشر على انبوتنا مستعد للتهديئة مما يجعل من الصعب على المسؤولين الامريكيين ان يكونوا متفاعلين بشأن الوضع الحالي للمفاوضات لكن في الوقت نفسه قال هذا المصدر ايضا ان الولايات المتحدة لا تضغط على اوكرانيا لقبول او رفض تنوزلات محددة ولا تشارك في عملية التفاوض وتواصلت سين ان مع مجلس الامن القومي الامريكي للتعليق لكنها لم تتلقى ردا الدفاع الروسي استسلام اكثر من ستين عسكري اوكراني اغلبهم قيادات بالجيش اعلنت وزارة الدفاع الروسي اليوم الاثنين عن استسلام اكثر من ستين عسكري اوكرانيا في ضواحي كييف اغلبهم قيادات بالجيش حسب ما ذكر موقع العربية في شريط عاجل كما قالت وزارة الدفاع الروسية انها قصفت منشأة عسكرية بسوريخ مجنحة في ضواحي ريفين شمالية غرب اوكرانيا حسب ما ذكر موقع العربية في شريط عاجل واضافت وزارة الدفاع الروسية انها قدت على اكثر من ثمانين من المتزق الاجانب والقوميين الاوكرانيين في روفينسك وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين انها قصفت منشأة عسكرية بسوريخ مجنحة في ضواحي ريفين غرب اوكرانيا حسب ما ذكر موقع العربية في شريط عاجل وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن ناقدت على أكثر من 80 من المرتزق الأجنب والقومين الأوكرانيين في الروفينسيك وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 89 متعة أسكرية في أوكرانيا وإسقاط سبعة مصيرات خلال 24 ساعة ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية احتدم الجدل حول إما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة تسيل نقل طائرات المقاتلة إلى أوكرانيا في الكابتون هيل حيث يضغط عدد متزايد من المشارعين على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتلبية طلب كيف بمزيد من القوى الجوية وفق لصحيفة الظاهر الأمريكية الغزو الروسي الأوكرانيا روسيا تستخدم سوريخ الخنجر وفرار أكثر من ثلاثة مليون شخص قام البابا فرانسيس يوم السبت بزيارة مفاجأ للاجئين أوكرانيين صغار يعالجون بمستشفى للأطفال في روما وظهرت إحدى الصور التي نشرها الفاتيكان البابا وهو يتحدث مع طفلة وعلى رسيها ضماضة في حلقها مبوب فيما يبدو وقال الفاتيكان إن 19 طفلا أوكرانيا يطلقون العلاج في 2 من أقسام مستشفى بامبيو جيسو من السرطان أو الأمراض العصبية أو إصابات الحرب الخطيرة الناجمة على الانفجرات وطلق نحو 50 طفلا من أوكرانيا العلاج بالمستشفى منذ بدء الحرب وقال البابا فرانسيس في رسالة إلى مؤتمر كينسي في سلفاك يوم الجمعة إن دماء ودموع الأطفال ومعاناة النساء والرجال الذين يدافعون عن أرضهما أو يفرون من القصف يهزوا ضميرنا وقال أوليكسي دينالوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكرانية في مقابلة تلفزيونية يوم السبتة إن أوكرانيا ستستلم شحنة جديدة من الأسلحة الأمريكية في غضون أيام وأضاف الأسلحة ستكون على رادي بلدنا في المستقبل القريب نحن نتحدث عن أيام وسلم الحلفاء أوكرانيا شحنات أسلحة محملة بالطائرات لدعم جيشها في مواجهة الغزو الروسية وانتقدت روسيا هذه الشحنات التي جاءت من دول أعضاء في حلف شمال الأطلسية وقال مسؤول كبير بالحكومة الصينية يوم السبتة إن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا بسبب الأحداث في أكرانيا صارت شائنة بشكل متزايد كما أيد نائب وزير الخارجية ليوتشينك موقف موسكو المتعلق بحلف الشمال الأطلسي قائلا إن الحلف يجب أن لا يتوسع شرقا مما يجعل قوة نووية مثل روسيا محاصرة وأضاف لي في منتدى أمني في بكين العقوبات ضد روسيا صارت شائنة بشكل متزايد مشيرا إلى أن المواطنين الروسا يتم حرمانهم من الأصول خارج بلدهم بدون سبب وتابع قائلا أثبت تاريخ برارا أن العقوبات لا يمكن أن تحل المشاهل تضر العقوبات عامة ناس فقط وتؤثر على النظام الاقتصادي والمالي وتزيد من سوء الوضع الاقتصادي العالمي وقال مكتب حق الإنسان التابع للوم المتحدة يوم السبتة إن 48 مدنيا على القل قتلوا وأصيب 1399 في أوكرانيا حتى يوم الثامن عشر من مارس أذار وأضف المكتب أن معظم الضحايا سقطوا جراء استخدام أسلحة متفجرة مثل قذائف المدفعية الثقيلة ونظم إطلاق السواريخ المتعددة إضافة إلى ضربات الجوية والسواريخ حرب المعلومات والاتصالات بين روسيا وأوكرانيا لمن الغلبة تتواصل العمليات العسكرية دوسية على الأراضي الأوكرانية بالتزامن مع حرب أخرى تدار على منصات التواصل الاجتماعية والتي تحولت مؤخرا لأسلحة يستعملها الطرفان من الأدوات الحربية الأخرى وتمكن الرئيس الأوكراني زينيسكي باخطابة تراجيدي أحيانا أو أخرى غاضبة وبزيه العسكرية من إطلاق حملة أعلامية واسعة لصالح بلاده من خلال استخدام وسائل التواصل بمهارات يمتلكها بحكم عمله القديمة زينيسكي الذي يعتبر خبيرا في إيصال المشاعر بملامح وجهه وطريقة كلامه بحكم عمره السابق كممثلة نجح خلال فترة الحرب في إيصال كل رسائله سواء للداخل أو الخارج وكان أحدثها كلمة ومعضاء الكونغرس الأمريكية في ثاني خطاب من نوعه خلال أقل من أسبوعين والآن عزا المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن يحديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرأيكم في التعليقات ما هو سبب عدم إيقاف الحرب حتى الآن لا تنسوا أن تشاركوا بأرأيكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم نشترك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر